تفاصيل كتير عن ظهور ولي العهد المغربي الأمير الحسن بين الناس من هو طفل حد دلوقتي وكمان هواياته المفضلة وعشقه للأسود والنمور وعلقته بالرئيس التونسي المنصف المرزوقي تابعوا الفيديو وهتعرفوا ازاي ولي العهد المغربي بقضي يومه وأسره حياته الشخصية الأمير مولاي الحسن ابن ملك محمد السادس وولي عهده يعتبر أصغر ولي عهد في العالم بدأ رحلة الألف ميل للعرش بخطوات وثقة عشان يكون ملك في المستقبل أول ظهور رسمي لولي عهد المغرب كان مع والده يوم 31 يوليو سنة 2004 فحفل الولاء الخاص بعيد العرش وإن كان ظهر قبل كده في نفس السنة بين دراعين والده في صورة إسكارية مع المنتخب المغربي لكرة القدم بعد عودته بلقب وصيف بطل كأس إفريقيا للأمم ظهر ولي العهد مولاي الحسن ثاني في يوم 13 إبريل 2005 بمناسبة ختانه وقتها قام الملك محمد السادس ومعي ولي عهده بعد صلاة العشة قام بزيارة ضريح المولى إدريس الأزهر حسب التقاليد المغربية الأصيلة وكان قبل عملية الختان بيوم واللي تمت في عيادة الأصر الملكي في فاس في جو عائلي أما تالي الظهور كان في الاحتفالات بالذكرى الخمسين لاستقلال المغرب في 18 نوفمبر 2006 وكان مع والدته الأميرة للا سلمة وبعضها شارك مع والده في 2008 في مراسم استقبال العهد الأردني الملك عبدالله الثاني والملكة رونيا 25 أكتوبر 2008 ظهر الأمير الحسن ملتقى الفرس في دورته الأولى ولف خلال الزيارة مع رفاقه بالمدرسة الأميرية في أرض الملتقى خاصة في فضاء منتجات الصناعة التقليدية الخاصة بالفرس وفضاء قرية المربين وفي 9 أكتوبر 2008 ظهر الملك محمد السادس ومعاه الأميرة للا خديجة في المدرسة المولوية في قصر الرباط وشاهد الدخول المدرسي الأول لولي العهد وساعتها سلم الملك لوازة مدرسية للأمير ورفاقه في الفصل الدراسي يوم الأمير الحسن يعتبر منظم جدا وبيبدأ الساعة 8 الصبح بقراءة مجموعة صور من القرآن الكريم بعدها بيتناول الفطار وبيتلقى الدروس من الساعة 9 صباحا لحد الساعة 6 مساءا وبيشمل دراسة علوم القرآن والرياضيات ومجموعة من اللغات زي العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية بيمارس ولي العهد وزملاء والرياضة البدنية وبيشرف عليها مداربين بينتموا لقوات الدرك الملكي والقوات المسلحة الخاصة وبيكون مجموعة ساعات تعليمه في الأسبوع حوالي 45 ساعة في 14 يونيو 2009 كانت المرة الأولى اللي بيسمع فيها المغربة الأمير الحسن بيلقي خطاب مع والده خلال حفل نهاية السنة الدراسية بالمدرسة الأميرية بالأصر الملكي في الرباط وفي 2011 ظهر الأمير الحسن وقدم مع أصحابه فقرات فنية غنائية باللغة الإسبانية بعنوان رحلة إلى أسبانيا وكمان أقدمه عرض مسرحي باللغة العربية بعنوان عائد شهير وعرض حديقة الكلمات باللغة الفرنسية وبن 18 فبراير 2010 و18 أكتوبر 2015 شارك الأمير الحسن في 33 نشاط ثقافي وديني ورياضي واجتماعي ورافق الملك خلال زيارته الرسمية لتونس وحصل مع الرئيس التونس المنصف المرزوقي على الميدالية الكبرى الخاصة بالجمهورية وكان ده أول وسام ياخده الأمير الحسن ومن صفات ولي العهد أنه صاحب شخصية مستقلة عن والده وصاحب حيوية كبيرة في الحركة ومتازن ورازين بصورة فوق سنه خصوصا لما بيظهر مع والده الملك في المناسبات الرسمية معروف عن مولاي الحسن حب الألعاب الإلكترونية وعشق الكبير للحيوانات خصوصا الحيوانات المفترسة زي الأسود والنمور وكمان حب أن يشوف الأسماك وهي بتصبح في الأحواض أو في بحيرات قصر دار السلام في النهاية تفتكروا شكل ولي العهد المغربي هيكون إزاي لما يبلغ ويوصل لحكم بلاد المغرب الغالية على كل الألوغ